اشتركوا في القناة التابع لدائرة خاصة في هيئة الأركان الروسية وأن من بين أعضائها مواطنون من سكان خاركف وأودسا وهم نشطاء فيما يسمى الربيع الروسي يتخذون من تيراسوبل عاصمة بريدنستروفي التابعة لجمهورية مالدوفا والواقعة تحت سيطارة روسيا مركزا لهم التحريات كشفت أن المشرف الرئيس على شبكة العملاء هو مواطن من أودسا وهو أحد منظمي أعمال الشغب خلال الأحداث المضادة لثورة الميدان في أودسا وأنه مطلوب من قبل وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية على ذمة قضايا جنائية جهاز أمن الدولة وثق نشاط الأجهزة الخاصة التابعة للاتحاد الروسي بمشاركة مواطنين أوكرانيين أنشأوا شبكة من العملاء بهدف بث معلومات مضللة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولتنا خلصت التحريات إلى أن هذه المنشورات لها طابع ممنهج ويهدف محتواها إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وبث الفرقة بين دوائر السلطة وتأليب الرأي العام ضد الحكومة قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر إن الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات الجماعية ووحشية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين في روسيا وكانت الشرطة الروسية اعتقلت أمس أكثر من خمسة ألاف شخص بينهم ثمانون صحفياً خلال المسيرات التي خرجت في جميع أنحاء روسيا دعماً لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني هذا ومن المنتظر أن يزور بوريل موسكو خلال هذا الأسبوع لمناقشة بعض القضايا مع القيادة الروسية من ضمنها تسميم نافالني واعتقاله نشعر بالأسف حيال عمليات الاحتجاز الواسعة والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والصحفيين في روسيا يجب احترام حق الناس في التظاهر دون خوف أو اضطهاد على روسيا الالتزام بالمبادئ والمعاهدات الدولية في شأن المتصل نشر مكتب المدعي العام في روسيا على موقعه الإلكتروني بياناً يؤيد مطلب استبدال عقوبة وقف التنفيذ لنافالني إلى السجن الفعلي وجاء في البيان أن نافالني ومنذ الأول من يناير حتى السابع عشر من أغسطس 2020 لم يمثل أمام لجنة تنفيذ العقوبات الفيدرالية وفقاً للقانون حتى بعد خروجه من عيادة شارتية الألمانية كما شار مكتب المدعي العام إلى اتهامات بالتشهير وجهت لنافالني في يونيو الفات هذا ومن المقرر أن تنظر محكمة سيمونوفسكي يوم غد في قضية استبدال عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بحق المعارض الروسي قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في مقابلة مع قناة HBO الأمريكية إن أوكرانيا تتطلع إلى نيل عضوية حلف شمال الأطلسي مؤكداً أن الحرب في دنباس ما كانت لتبدأ لو كانت أوكرانيا عضوة في الحلف كما تحدث زيلنسكي عن الإنجازات التي حققتها الحكومة الأوكرانية لا سيما الإصلاحات الكبرى في المجال القضائي واستحداث محكمة مكافحة الفساد إلى جانب استئناف العمل بقانون المسئولية الجنائية عن الإثراء غير المشروع وأشار زيلنسكي خلال اللقاء إلى الإصلاحات التي سيشهدها جهاز أمن الدولة الأوكرانية SBO قريباً وذلك عقب موافقة البرلمان مؤخراً على مشروع قانون ينص على تحديث الجهاز ليصبح جهازاً لمكافحة التجسس نحن الآن ندافع عن أوروبا وفي الوقت نفسه نحن ممتنون للدعم الأوروبي والأمريكي لا شك أن العقوبات مهمة لكنها للأسف لن تتمكن من إحياء الضحايا الذين سقطوا في الحرب أوكرانيا تريد أن تكون عضواً كامل العضوية في الحلف هذه واحدة من أهم القضايا الأمنية الأمن ذاته الذي يتحدث عنه الرئيس بايدن وهنا لدي سؤال بسيط للغاية سيادة الرئيس لماذا ما زلنا خارج النيتون أعلن السفير الفرنسي لدى أوكرانيا أتيان دي بونسون خلال مقابلة مع وكالة انترفاكس الأوكرانية أن ممثلي كل من ألمانيا وفرنسا يقومون بدراسة مشروع قانون قدمته وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتاً في أوكرانيا ويتعلق بالسياسة الحكومية تجاه دنباس خلال المرحلة الانتقالية وأكد الدبلوماسي عدم إمكانية إجراء الانتخابات في دنباس لحين توفير ظروف آمنة نحن نتفهم جيداً قلق أوكرانيا بشأن هذه القضية ونشاركها موقفها القائل بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات حتى استثباب الأمن في المنطقة لكن رغم ذلك يجب أن يكون الهدف هو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن لأن التصويت وانتخاب الإدارات المحلية يعدان شرطان أساسيان لتحقيق الديمقراطية قال نائب وزير الصحة إيغر إيفاشينكو أن الدفعة الأولى من اللقاحات ضد كورونا في إطار برنامج كوفاكس الدولي ستصل إلى أوكرانيا في غضون أسبوعين وأفاد أن أوكرانيا تلقت تأكيداً بتزويدها بـ 117 ألف جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر وبايوتنيك من جانبها أكدت وزارة الصحة أن أوكرانيا بانتظار تلقي مليونين ونصف إلى 3 ملايين و700 ألف جرعة من اللقاح من شركة أسترا زينيكا من المتوقع أن نتلقى اللقاح في غضون إسبوعين ولهذا ستبدأ حملات التطايم في فبراير دولتنا مدرجة ضمن قائمة الدول التي سيوفر لها برنامج كوفاكس الدولي اللقاح ضمن الموجة الأولى من التوزيع وذلك بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والحكومة الأوكرانية والرئيس الأوكراني تدرس الولايات المتحدة إمكانية تزويد أوكرانيا بمعلومات حول عمليات نقل أموال غير شرعية مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي وتعود أصولها للنخبة الأوكرانية الفاسدة الأوليغارشية هذا الكلام جاء على لسان دانيل فرايد المدير السابق للشؤون الأوروبية والأوروبية الأسيوية في مجلس الأمن القومي الأمريكي في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزية وأكد فرايد أن إدارة رئيس بايدن تخطط لمنع وتجفيف التدفقات المالية غير المشروعة إلى الولايات المتحدة لطالما تحدثت إدارة جو بايدن عن منع تداول الأموال الفاسدة ونقل أصول رجال الأعمال المخادعين في أي بلد يتواجدون فيه لذلك يجب أن نتوقع تطورات في هذا الاتجاه يجب تتبع مصادر المال القدر ومعرفة كيفية عبوره عبر النظام المصرفي الأمريكي نهاية النشرة قدمناها لكم من يو اي تي في شكراً لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة